أهلا وسهلا فيكم جديد هلأ شفنا بالدخس السابق كيف بنعمل توضع للخط أو الموضع تبعه بتحكم فيه سواء كان على اليمين على اليسار أو بالمنتصف بس الفكرة هلأ أنه أنا كيف بدي تحكم بموضع السطور يعني بينات بعض المسافة بين السطور مثلاً في عندي أنا هاد البراغراف وهاد البراغراف إذا بدي تحكم بالمسافة بيناتهم ببساطة بدي الأكبس مثل ما يكون شايفين هم مكبوس Enter Enter يعني في عنا سطر فاضي حطيت سطر فاضي أول وسطر فاضي تاني وخلاص صار في مسافة بس طبعاً هاي ما لا طريقة صحيحة الأفضل إني أنا أتحكم بتباعد السطور ليش ما لا طريقة صحيحة عني حط Enter Enter هون لأنه مثلاً أنا إذا أجيت جربت صغرت الخط أو كبرته لاحظ مجهد ما صغر الخط أو كبره عم تزيد المسافة أو تكبر حسب الخط لأنه هو بالأخير كتابة هون صحفة عظيمة في شي بس بالأخير كتابة بس لذلك أنا إذا لقدام إذا تحكمت بس كان عندي الملف 500-600 صفحة وتحكمت بالمساحة تبعه كله أو بحجم الخط تبعه كله فالمسافة بين الخطوط هتتأثر فالأفضل بلاها هاي طيب شو في طريقة تانية؟ قال في طريقة لهذا الموضوع أني يروح من ديزاين من الديزاين بيطلع لي فيه ديزاين للبراغرف فيه يعني تصميم للبراغرف إذا جيت كبست هون من ديزاين يعني تصميم وجيت كبست هون بارغراف سبيسي أو التباعد بين الخطوط أو التباعد بين البراغراف بين مقاطع لاحظ الحالة الافتراضية أنه ما يكون فيه أبدا تباعد شو في وقت قربت أنا طلع لي بي فور صفر وأفتر صفر واللاين سبيسينج واحد شو يعني بي فور يعني قبل البراغرف ما يكون فيه مسافة بعد البراغرف ما يكون فيه مسافة المسافة صفر واللاين سبيسينج تباعد بين الخطوط واحد لو أجي تجربت هاد مثلا أنا هحط هون واجي لهون وحط هيك هاد البي فور صفر يعني قبله صفر الافتر أربع يعني بعده يكون فيه المسافة أربع بي تي بوينت يعني والتباعد بين السطور واحد فإذا جربت كبسه هني حدده هيك بالشكل واعمل هيك تمام فهلأ إذا جربت مثلا هاد هلأ هو ما عم ياخده هون نشوف ليش سواني وافترط ياخده نعمل هيك ما عم ياخده بس دقيقة المشكلة بصراحة أنه هذا الكود أنا ناقله أو هاي الكتابة ناقلة من موقع وحطتها هون لذلك ما عم ياخد بس هو يفترض ياخد التحديثات حتى ورجيكم كيف إذا عملت أنا Ctrl A Ctrl C يعني نسخ حزفت بعدين عملت Ctrl V واجيت من خيارات اللسق هون قلت له بدون نص بعدين جيت هلا عملت هيك لاحظ كيف إذا عملنا هون هيك Enter به الشكل لاحظ كيف عم تتغير المسافة بين النصوص مثل ما شفنا أو نحنا فينا من الأساس نعمل تباعد بين الخطوط متحكم بين التباعد التباعد بين الخطوط شلون بيجي لهون بالزر اليميني مثلا بهذا النص بالزر اليميني بيضغط على Paragraph أو النص بيطلع عندي شي اسمه Spacing اللي هي المسافة مسافة قبل الخط بعض الخط فمثلا لاحظ هون لو جيت أنا زودت المسافة عملتها مثلا كتير كبيرة عملتها 30 بس كبس أوكي لاحظ كيف المسافة صارت 30 هون ما في خط ما في سطرها بين هون وهون هون في مسافة بس كمان فيني يتحكم بالمسافة من هون Paragraph إنه قبل يكون أكتر لاحظ هون عم بقدر شوف معينة أنا الـ preview هون معينة فإذا ضغطت أوكي لاحظ كيف زادت المسافة أيضا فيني يتحكم بالline spacing يعني المسافة تبع السطر بحد ذاته فمن هون بيجي بالزر اليميني بيختار Paragraph فبيطلع عندي هون الline spacing إذا زودته ضغطت أوكي لاحظ كيف صارت المسافة بين الخطوط الكبيرة طبعا فينا نتحكم نحن من هاد الشي من هون هاي الline spacing شايفين من هون نقدر نغير المسافة وفيني أعمل remove ل Before Paragraph وremove ل After Paragraph يعني فيني أحذف المسافة اللي قبل الparagraph اللي قبل المنص طبعي وفيني أحذف المسافة اللي بعد المنص طبعي إذا مثل ما شفنا نحنا لحتى أنا ما أجي أعمل هون Space يعني إكبس انتر سطر فاضي الأفضل حتى يكون في مسافة بين هون وهون اللي لهذا النص اضغط عليه بالزر اليميني اختار Paragraph أو النص بعدين اختار الأفطار زوده بحيث إذا ضغطت أوكي لاحظ كيف المسافة صارت بعد هذا النص كبير هذا الحكي بيساعدني بتنصيق الملف في الورد ويكون للرؤية أوضح وأجمع ترجمة نانسي قنقر